يا سلام يا سلام على المحشي اللي معسل وليمسبك المستوي والمعمول على اصوله بطريقة انه الحبة ما تفتح معانا ويكون مشهي شوفوا كيف مليان رز ومليان لحمة خلينا نشوف اسرار المحشي اول شي لازم نختار الحبة تكون متوسطة مش صغيرة كتير كتير ولا كبيرة كتير كتير بدنا نعمل اليوم الكوسة والباتنجان وممكن انه ينعمل اليقطين بس اليوم خلينا على الكوسة والباتنجان اول شي بدنا نشيل الامع قبل الغسيل لانه ليش نغسل الامع وحنا بدنا نشيلهم لا انا بشيل الامع بالاول وبجهزهم حتى اغسلهم ببدا بالكوسة بغسل الكوسة من الاتراب طبعا ببدا بالكوسة لانه الباتنجان لما مننقره ومنتركه بيسود فاحنا خلينا نبدأ في الكوسة ونشوف ايش رح نعمل هلا كمان بغسلهم كلهم ممكن تلاقوا شوية ترابة ملزقة شوية من الجذور تكون مثل الشعر نغسلهم ومنخلي هذا الصحن حتى نحط فيه لوب الكوسة اللي بدنا نعمله مع بصلة بس نخلص هلا طريقة الحفر انه منعمل دائرة صغيرة جوا الدائرة تبعت تم حبت الكوساية دائرة صغيرة على قد المنقره ومنحاول بهدوء منشيل شوية من الاطراف هلا السر الاول انه ما تعملوا الكوسة رقيق ما تعملوا رقيق لانه لما منعملوا رقيق هو بيضل الجلدة يعني بيضل القشرة واحنا يعني ما بدنا ناكل شغلات حتى ما بتنهضم القشرة وما فيها اي فائدة فاحنا منخليها شوية سميكة الحبة متوسطة فهيك رح يكون نسبة الرز واللحمة ممتازة جوا حبة الكوساية شوفوا كيف بنعمل دائرة على قد المنقره اللي بتحفر على قد الحفاره ومناخدها بطريقة مستقيمة شوي شوي منشيل اللوب ومنحاول نقيم من جهة الراس كمان اللوب بنكون احنا يعني بالاحساس منعرف وين فيه ومنحاول انه نرتب الداير من جوا ويعني الكوسا من الخضار اللي بتستوي بسرعة يعني مش بحاجة انه احنا نعملوا رقيق كتير لانه في ناس شوفوا كيف هلا في ناس ما بتاكلوا بالكوسا مع بصلة ما بتغمسوا بالخبز فاحنا لازم نخلي شوية كوسا اللي احنا لما بدنا نحشي مع الرز واللحمة ناكل كوسا ونشعر بطعم الكوسا بنفس الطريقة منخلي المنقره مستقيمة ما تخلي المنقره تعواج احسن ما تنكسر معاك حبة الكوسا شوفوا كيف سميكة شوي مش رقيقة كتير ولا سميكة كتير منشيل اللوب ومنشيل كمان شوي بعد اللوب بنشيل كمان حتى انه نقدر نحشيها الرز واللحمة يعني نصيحة ما تعملوا الكوسا رقيق الفاضي يعني خلص اعملوا رز واللحمة بدون كوسا فلفلوا رز واللحمة بدون كوسا اذا بتكم تعملوا رقيق وحطوا عليه بندورة يعني هون هذا بستغرب انا كتير من الناس اللي بتخلي الكوسا رقيق بيكون مثل الجلدة هيك بهاي الطريقة لا يابسة ولا طرية والسماكة ممتازة هيك جاهزين واللوب بنحط على بصرة مفرومة مع زيت نباتين بنقليهم مع بعض مصاعة هلأ بحط مق وطلت رز مصري بنقعه بالمي بتركه بس نص ساعة الرز الحبة القصيرة لانه ما بنفعل الرز الامريكي ابدا وبدنا كمية لحمة منيحة يعني تكون حوالي مق لحمة مفرومة هذا بساعدنا انه حبات الكوسا والبتنجان ما تنكسر ما تنفتح خلال الطبخ احنا هلأ بدنا نشيل الامعة الاساسية ونخلي الامعة التانية بتساعدنا في حفر البيتنجان حتى ما تنكسر ولما نخلص منشيل الامعة التانية السفلية هيك منشيلهم وزي ما قلت لكم انه خلوا اللحمة المفرومة ظاهرة في الرز هذا مساعدكم انه ما تنفتح الحبة خلال الطبخ هلأ بدنا نغسل البتنجانات بنفس الطريقة بس الفرق بين البتنجان والكوسا انه احنا بالحشوة الرز واللحمة منضيف شوي من لب البتنجان على الحشوة ونضيف حمص 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 حب مسلوق نص سلق من ضروري نخلي البتنجان بالمي لانه بيسود وهاي المي بدي احط فيها لب البتنجان اللي بدي اخد منه ازيده او اضيفه على حشوة الرز واللحمة نتخلص من البذر ما بدنا البذر حفر البتنجان كتير اسهل من حفر الكوسا لانه معروف يعني اللب جوا ايش هو الرز مبين منفصل عن الجلدة بهاي الطريقة منحفر البتنجانات كلهم منشيل البذر كله اللي جواته شايفين بذر ما بدنا اياه ما بيلزمنا ابدا هذا البذر بس مناخد من اللب اللي بدون بذر حتى نضيفه على الرز واللحمة نخلي ايدنا مستقيمة حتى ما نكسرها ومنحاول بهدوء ننظف الداير من البذر وبقية اللي اللي ما رح نحتاجه هيك تمام برضو بخليه اسميكي شوي هذا اللب اللي رح احتاجه انا اضيفه على الرز واللحمة في ناس ما بتحب تحطه مش ضروري يعني الشغلة اختيارية بنخلص هلأ كل البتنجانات نفس الطريقة بنحفرهم ومنخليه اسميكي شوي اطيب ومنكمل بهاي الطريقة هلأ باخد اللب هذا اللب اللي باخده بدون بذر بدي احطه مع حشوة الرز واللحمة وطبعا زي ما قلت لكم اختياري في ناس ما بتحط اللب بالبتنجان وما بتحط حمص يعني الطريقة القديمة كانوا يحط له البتنجان هذا البذر منصفي وبدنا نرميه ما رح يلزمنا ما بدنايا هاي لأ هيك كل شي جاهز بننزل المي عن الرز حتى نجهز الحشو خلوا كمية اللحمة زاهرة ونضيف البهارات اللي بتناياها ملاح بهار عادي ارفي هال كركم انا ما اضفت فلفل اسود لاني بدي اضيف فلفل اخضر حبة تكون حرة نخلطهم بطريقة انه اللحمة توصل كل كمية الرز وما رح نلبس كفوف لانه الكفوف رح تغلبنا كتير واما هاتنا وجداتنا عمرهم ما لبسوا كفوف وهم ما بيعملوا المحشي بس كانوا يغسلوا ايديهم ضفتي شوية تبهار لانه لون الرز فاتح شفتها شوي هاي الطنجرة اللي بدي اطبخ فيها اختاروا طنجرة تكون كبيرة شوي لانه البندورة ممكن انها تطلع من الطنجرة وتوسخ الغاز هلأ منبدأ الحشي شوفوا كيف اني رح املي الحبة رح اعبيها كلها لانه اول شي الكوساية السميكة وكمان كمية اللحمة منيحة فلما اللحمة الدوب خلال السلق بتخلي مجال للرز انه ياخد مساحة فمن اسرار المحشي انه تخلي حبة الكوسا سميكة وانه كمية اللحمة تكون ظاهرة في الرز شوفوا لوين يعني حشيتها للاخر كانوا اهالينا يحطوا طرف الاصبع الصغير ويخلوا فراغ 2 سنتي خليني احكي لكم اليوم ايش استخدمت في الطبخ 10 حبات كوسا حجم وسط 10 حبات بتنجان حجم وسط 4 ملاعق سلسة بندورا ارنفلفل حر واحد للحشوة استخدمت كوب ونصف رز مصري الحبة القصيرة كوب لحمة مفرومة لحم خروف حتى لو كان فيها شوية بيضة معلش مش مشكلة بالعكس بتعطي طعام للمحشي البهارات اللي استخدمتها مع ملعقة ملح ملعقة بهار ملعقة كوركم صغيرة استخدمت بلعقة قرفة ملعقة هال وتلت كوب من زيت النباتي وحطيت حموص مع حب مع البتنجان بحشوة البتنجان حطيت حموص حب مسلوء نص سلاق هلأ منشوف كيف شخص ملعقة لا يتفقا ملعقة 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 تجعل الثلاث أصابع من الجهة السفلية حتى لا يقع الحشو بالصحن وبالإبهام بتحاولوا أن تخلوا الحشوة تدخل وبالأصبع الصغير شوفوا كيف مليانة هاي الحشوة اللي ضلت أخليها للبيتنجان هلأ بطول لب البيتنجان من الماء نضيفه بالماء حتى لا يسود نضيفه ناعم أولا يدوب بكل الأحوال بس الشغلة التقليدية يضيفه بالبيتنجان نضيفه بالحشوة نضيفه بالحشوة نضيفه بالحشوة نضيفه بالحشوة بردو اختياري حتيتو حمص او ما حطيتو بردو طيب اضع القشر عن كل حبة ممكن تفرقوا حبات الحمص ويطفوا القشر على الوجه اسهل واسرع الى البتنجانات بدنا نحشيهم بنخلط الحمص مع حشوة الرز واللحمة وبرضه البتنجان على فكرة بحشي للاخر ما بخلي فراغ مدام اللحمة وافية واللحمة كميتها منيحة لانه طبيعي اللحمة لما بتستوي حجمها بصغر فبتعطي فراغ للرز انه يستوي والحبة تكبر بدون ما انها تنكسر حبة البتنجان هاي الامعة ممكن تشيلوها ممكن تخلوها اهل زمان كانوا يخلوها حتى في ناس كانوا يأكلوها بهاي الطريقة ثلاث اصابع من جهة الصحن حتى ما تبقى على الحشوة ومندخلهم بالابهام وبالاصبع الصغير حتى انه نحشيهم كلهم منشيلي الامعة انا بخلي دايما الكوسة من تحت والبيتنجان من فوق واذا احب بيته العكس عادي كله بالاخر مثل ما بتقول ستي بلاحق بعضه الشغلة تعويض والشغلة بدها نفس وبدها طولة بال وانه الست البيت تكون تحب انها تعمل المحشي خصوصا اذا زوجك بحب المحشي رح توصل الى قلبه عن طريق المحشي اكيد لا يقولك بدي اروح عند امي ااكل محشي لا انت عملي له محشي وقلي له خليك في البيت روح عند امك ما تغلبها لامك وما تتعبها انا بعملك محشي وروح اشرب قهوة عند امك نحشيهم كلهم بنفس الطريقة لما تشعروا انه الرز ما عم يدخل ممكن تستخدموا الاصبع الصغير حتى تضمنوا انه الرز عم ينزل لا اسفل حبة البتنجان شوفتوا كيف مليانة هيك البيتنجان جاهز والحشوة اللي ضلت ممكن تحشو زر فلفل حلو كبير او زرين فلفل او ممكن شوربة هيك الطبخة جاهزة هلا بدنا نرفعها على النار في ناس بتحط صحن انا لأ والله بطلت احط كنت احط صحن الاقي انه بالعكس الحبات بتفتح ماء بطلت احط صحن صحن ما ينكسر طبعا بالحرارة وحطيت مي تغمر المحشي كله وهلا بنحط صلصة بندورا او روب بندورا ثلاث معالق او اربع معالق حسب كيف انتو بتحبو وشوية ملح ما تكترو ملح بالاخر بدو قول انها المرأة راح تقل والمية راح تتقل وهذا السر هو فلفل الحر هذا سر الطبخة سر طبخة المحشي الفلفل الحر نرفعهم على النار ونستنى حتى تغلى المي حتى استوى اخذت معي ثلاث اربع ساعة حتى استوى ثلاث اربع ساعة ثلاث اربع ساعة حتى استوى ثلاث اربع ساعة همشي هلا منزيل المرأة حتى ما تنفتح معنا الحبات اول شي منشي للمرأة وهلا منصفت الحبات البيتنجان والكوسة بطريقة البتقمية اشي بشهر ريحة بتشنن نشوفو كيف مليانة للاخر طلعت الحشوة من الحبة والحبة ما انفتحت شوفو شوفو الحشوة لوين ابدا ما انكسرت ابدا ابدا ما انفتحت شوف الروز لوين طالع ما شاء الله وهذا هو المحشي الريحة بتعقد وريحة الفلفل الحر بتعقد شوفو كيف الرز مليان للاخر وما فتحت معنا ومعسل ومسبك والريحة بتجنن صحتين وعافية ولا تنسوا تسبسكرايب للقناة اذا عجبتكم وبتشرفوني دايما في وصفاتي وفي مواضيعي يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر